بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو وفي برقياته إلى الرئيس السيسي أكد رئيس مجلس النواب أن الشعب المصري فرض في هذا اليوم ومن خلفه كافة مؤسساته الوطنية فرض إرادته في الدفاع عن هويته واسترداد دولته وإنقاذها من الفوضى والإنهيار على يد قوى الشعر التي أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته